ما تزال مواقف الدول الخليج والغرب متناقضة وهشة تجاه التصعيد الإيراني واستمرار إرسالها الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن لزعزعة استقرار المنطقة وفي وقت يتطلب تحجيم التهديد والتوقف عن تقديم التنازلات لأذرع إيران ومنها ميليشيا الحوثي وفق مراقبين تتواصل لغة التنديد وبيانات الإدانة الصادرة من مجلس التعاون الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية دون اتخاذ تدابير رادعة على الواقع لوقف تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة إلى الإرهابيين الحوثيين في اليمن ففي ختام اجتماعها الثالث في مقر الأمانة العاصمة لمجلس التعاون الخليجي في الرياضة أدانت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بإيران في بيان سياسات طهران المستمرة في زعزعة الاستقرار بما في ذلك دعمها للإرهاب واستخدام الصواريخ المتقدمة والأسلحة السبرانية وأنظمة الطائرات دون طيار ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم البيان قال إن استمرار إيران بتزويد ميليشيا الحوثيين بالأسلحة التقليدية والصواريخ المتقدمة وأنظمة الطائرات دون طيار أطال أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية ومن بيانات الإدانة إلى الواقع حيث تسود مخاوف واسعة من التنازلات التي قدمتها السعودية والمجتمع الدولي لميليشيا الحوثيين في الأيام الماضية والمتصلة برفع كثير من القيود على عبور السفن إلى ميناء الحديدة دون وجود ضمانات بعدم استغلال ذلك لتهريب أسلحة وغيرها إلى الميليشيا ناهيك عن توظيف عائدات الميناء لتمويل الحرب الحوثية الإيرانية دعالة لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر